البنك المركزي النهاردة أصدر بياناً يكشف فيه الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وده البيانة اللي بيصدره البنك المركزي بشكل دوري الوضع ده بيكلم على حجم الديون والودائع الخليجية من حجم الديون احنا بنكلم على اجمال الديون بتراجع في نهاية يونيو 2022 إلى 157 مليار دولار مقابل 157 مليار في الربع الأول من العام ذاته ولكن لسه طبعاً مرتفع 13% عن نفس الوقت من العام السابق ده وضع الدين الخارجي 155.17 مليار دولار طب حجم الودائع الخليجية من ده قد ايه هنجد انه حجم الودائع الخليجية حوالي 11.18 من قيمة هذه الديون طويلة الأجل ودايعة تبقى ديون طويلة الأجل 11% من هذه الديون اللي هي بتبلغ 129 مليار دولار فال11% مش من الـ 175 وعندنا حجم الديون دي 15 مليار دولار 15 دي متقسمة ازاي؟ هنجد انه الإمارات لها 5.7 مليار من الودائع السعودية 5.3 مليار يعني 5.300 مليون دولار الكويت 4 مليار دولار إذن إجمالي كل ده 15 مليار دولار هو حجم الودائع الخليجية من في المركزي المصري ده طبعا ما حسبش فيه المليار دولار اللي جهاز قطر للاستثمار أوضعها لدى البنك المركزي لأنها ربما تكون ضمن صفقات قادمة لكن لسه متحسبتش وكمان ده الرقم لحد آخر يونيو 2022 لم تكن قطر قد أوضعت المليار دولار طيب وفق هذا التقرير تم إعادة أو إعادة جدولة بعض من هذه الديون يعني تم إعادة جدولة الوديعة الكويتية اللي كانت تستحق في إبريل 22 إلى إبريل القادم إبريل 23 علاوة على أنه تم سداد وديعة أخرى بقيمة 2 مليار في سبتمبر الماضي إذن الوديعة الكويتية كانت مستحقة في إبريل الحالي 22 تم جدولتها لإبريل 23 الوديعة السعودية الـ 5.3 مليار دولار دي مستحقة في أكتوبر 26 والإمارات لها 5 ودايع اللي هي 5 مليار و 600 مليون دولار دي بتسدد تباعا لحد 26 آخر رقم عندنا النهاردة هو ما أعلنته وزيرة التخطيط من معدل أنه هو المستهدف خلال العام المالي الحالي خفضت الرقم لـ 5% مقابل 5.5% كانت في التقديرات السابقة للخطة فإحنا مستهدفين ده معناها أنه بتدى يبقى فيه يعني رؤية مختلفة نتيجة الأوضاع العالمية نتيجة التعويم نتيجة أمور مختلفة فهناك تخفيض لمستهدفات معدل النمو بحوالي 0.5% لتكون 5% العام المالي الحالي اللي بيخلص يونيو 23 لتكون 5% بدلا من 5.5% صندوق النقد كان متوقع يعني 4.4 من 10 بدل من 4.8 من 10 فإحنا كده لسه كمان أعلى من تقديرات صندوق النقد طب إمتى الصندوق إمتى قرد الصندوق والاتفاق إحنا بنتوقع الأسبوع الأول من ديسمبر يكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق وهنا يتم بقى الموافقة على الاتفاق الخبراء اللي تم توقيعه من شهر ونص تقريبا أو شهر تقريبا اتفاق الخبراء فنبتدي بقى ناخد أجزاء من كل 6 شهر ناخد جزء من هذا القرد ويكون فيه تحسن شوية في التدفقات النقدية